موسيقى موسيقى ازايكم؟ اهلا بكم معنا وحلقة بديدة من برنامجنا بتوقيت القاهرة اكيد لازم نتكلم على الشأن العربي والدولي والافريقي مما لا شك فيه ويمكن حاجة الحقيقة تبقى لافتا للنظر جدا انه في ظل كل الاوضاع اللي بتعيشها او اللي بيعيشها العالم وبيعيشها الوطن العربي وبتعيشها افريقيا المصريين بقى لهم تقريبا اربعة ايام مش مشغولين غير بالموضوع عشرين عبدالوهاب ومشربتش مني لها واصلا مني في بالهارسيا ولا مفيهوش ده اللي شغل المصريين في اربعة ايام بصرف النظر عن كل حاجة بتحصل في مصر المسألة السيئة الحقيقية هي انه اصبح بينباري البعض في مسألة عشرين نسية نفسها دي كانت على قد حالها لا دي كانت مش عارف بنغني ازاي لا ده كان شكلها زمان عامل كده ده كانت والله مش عارف فقيرة وتغني في الافراح بتاعت المناطق الشعبية وكان دي حاجة تعيب شرين عبدالوهاب في حين ان لو يعيبها على الاطلاق على الاطلاق انها كانت فقيرة جدا 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 وانها قدرت انها تمشي في مشوار شديد الصعوبة لحد ما تبقى شرين عبدالوهاب واحدة من نجمة او نجمة من نجمات الصف الاول على المستوى العربي مش بس على مصر وخلي بالنا بس ان احنا كده بننسى انه الست المكلسوم رحمة الله عليها كانت بتغني في الموالد وما هو افقر من ذلك في افراح الجماعة بتوع الارياف او عبدالحليم حافظ الى اخيره ولا تنسى ان سيدنا محمد وسيدنا عيسى هم كمان كانوا من الفقراء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان راعيا ولا ايه ولا احنا نسينا طيب سيدنا عيسى كان نجارا وكان صباغا وكان صيادا الى اخيره بل انه اكبر واهم قادة وزعماء العالم في العصر الحديث كانوا اما من الطبقات الفقيرة او طبقات يدوب بتقرب ناحية الطبقات المتوسطة ومن عامة الشعوب في شتى ارجاء الكرة الارضية لا يعيب شرين عبدالوهاب على الاطلاق انها كانت شخص فقير وقدر ان هو يوصل للوصله اه ساعتها بقى نقدر نتناقش تصريحاتها طريقة كلامها بعض الالفوز اللي بتبقى بتفلك منها الى اخره ده اللي تتناقش فيه وما يشغلش ادماغك للدرجات دي يعني معقول انه مصر تقوم وتصحى اربع تيام على انه تبقى اخبار تتصدر قوائم الاكثر قراءة على المواقع المصرية شرين عبدالوهاب شرين في النهاية صوت جميل صوت حساس اختيار الكلمات بتاعت اغانيها بمنتهى العناية اختيار الحن اغانيها بمنتهى العناية خذوا من النجم منتجه اما ان كانت بتنفلت في تصريحاتها دي قصة تانية لكن مصر ما تصحاش وتنام على قصة شرين عبدالوهاب يعني ولا انتو شايفين ايه وما يصحش يعير الناس بفقرهم انه الفقر عمره مكان معيارة وعمره مكان عيبة ابدا الفشل هو العيبة مش الفقر خلونا نتكلم شوية سياسة النهاردة الصبح الحقيقة مش حاسبها النهاردة الصبح حقيقة تتحسب من انبارح سعة العصاري كده التوترات اللي في زمبابوي كانت واضحة جدا انه في انقلاب هيحصل في زمبابوي وانه هيتم القطاحة بروبرت مجابي تصحى النهاردة تأكيد استلاء جيش زمبابوي على مقر التلفزيون الرسمي في العاصمة هراري من انبارح بالمناسبة بالليل وكان عمليا التلفزيون تم السيطرة عليه والإزاعة الرسمية تم السيطرة عليه وتم إعلان ده بالمناسبة يعني الجيش كان بينفي انه في انقلاب ويمكن حتى هذه اللحظة بقولك هو مش انقلاب هو حمل التطهير الأوضاع سوف تعود إلى سابق عهدها بالبلاد لكن بالتأكيد سابق العهد مش هيبقى فيه روبرت مجابي لحد ما يتم الإعلام من ساعات انه تم الاستلاء على السلطة او الاستحواز على السلطة في البلاد وانه يتم الانتشار فيه شوارع زمبابوي وبكده عمليا بتنتهي حقبة او فترة حكم مجابي بعد 37 سنة مجابي 93 سنة النهاردة 93 يعني اكبر رئيس على الكرة الارضية اكبر زعيم على الكرة الارضية اكبر قائد على الكرة الارضية اكبر امبراطور على الكرة الارضية سبعة وثلاثين سنة حكم ضرب الرقم القياسي بتاع الرئيس حسن المبارك بقى الله يسامحه ضرب الرقم القياسي بتاع رحمة الله عليه معمر القذافي ملك ملوك إفريقيا كما كان يحب أن يلقب ضرب رقم يعني مجابي الحقيقة ما حصلش هل هو الربيع العربي امتد إلى إفريقيا يعني رياح الحرية تذهب إلى إفريقيا خلي بالك أنه في النهاية مهما كان مجابي عنده نزعات اشتراكية دي حاجة تعجبني تبسطني نبقى رجل اشتراكي منحظ للفقراء إلى آخر ولكن ما تقدرش أبدا 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 تغض بصرك عن أنه فيه 37 سنة حكم دي مصيبة في حد ذاتها ثم حديث آخر عما يدور داخل زمبابوي من قمع أو من قمع للمعارضة أو عدم إعطاء فرصة كافية دي حدوتة تانية نتناقش عليها أو نتناقش فيها في حينها كان فيه تصريحات لقائد القوات المسلحة بيأكد فيها استعداده للتدخل لإنهاء حملة تطهير تطهير ضد مين؟ ضد أنصار نائب الرئيس المقال كان اسمه أمرسن منانجوؤ منانجاجاوا كويس؟ رغم إعلان الجيش السيطرة على مقاليد الحكم يعني هو قال لك يا جماعة المعارضة مش عاجبها فكرة إقالة السيد أمرسن ده من ناحية الجيش ما كانش عاجبه إقالة أمرسن مجابي كان واخد قرار بعد إقالة أمرسن كمان أنه بيعمل عملية تطهير لرجالة أمرسن من الحكم إلا أنه قائد العسكري نفى وقوع انقلاب عسكري مع أنه اللي حصل هو انقلاب عسكري مع تأكيد والتحفظ على الرئيس مجابي وزوجته وتم بالفعل اعتقال مسؤولين في الحكومة من بينهم وزير المالية ويعلن الجيش احتجازه للرئيس وزوجته قيد الإقامة الجبرية ورغم أنه روبرت مجابي قبلغ رئيس جنوب إفريقيا زومة بأنه محتجز قيد الإقامة الجبرية إلى أنه زوجته جريس مجابي أعلنت بعد كده أنه لأ الرئيس هرب على ناميبيا على ما يبدو والله أعلم على حسب التقارير الواردة من الوكالات أنه الأقرب للحقيقة أن مجابي بالفعل تحت الإقامة الجبرية لا زال في زنبابوي ولم يفر ولم يعرض حلو كده مين هي جريس مجابي وبتصرح ليه مش مجرد أنها زوجة الرئيس الحالي وخلاص جريس مجابي الحقيقة كانت مؤثرة على صناعة القرار في زنبابوي كانت الشرارة الأولى لتدخل الجيش الحقيقة طبعا على يعني دوها كان ضد رغبتها هي تسببت في هذه التدخلات إزاي؟ حملة التطهير اللي حصلت ضد أنصار نائب الرئيس السابق اللي هو أميرسون من أنجاجوة واللي أقيل من منصبه بإعاز من السيدة الأولى جريس مجابي طيب وهل جريس مجابي بس مجرد السيدة الأولى هناك في هراري أو حرم السيد الرئيس؟ لا هي عضوة حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزنبابوي لو أجبها الوطنية الحاكمة لو صح التعبير وتعينت سنة 2014 أمينة الشؤون النسائية في الحزب الحاكم سنة 2014 ومن هنا بتستمد هذه القوة المعارضة كانت دائمة الحديث على أن جريس بتحاول فتح مجال لخلافة زوجها في رئاسة البلاد ما هو إما الإبن إما الزوجة يعني ولا إيه؟ خصوصا إنها كانت سبب وراء إقالة نائبه زي ما كنا بنقول أو نائبة الرئيس السابقة قبل أميرسون كان فيه جويس موجورو كانت قبل كده هي نائبة الرئيس وتم إقالتها أيضا بعد كده تم التخلص من النائب الأخير اللي هو أميرسون معنا نجاجوها الأمر اللي أثار غضب قيادات الجيش في زنبابوي وأثار غضب المعارضة في آن واحد الموضوع ده بدأ إزاي في زنبابوي بدأ بسيطرة الجيش بالكامل على هيئة البث والإزاعة في زنبابوي اللي هي ZBC وبعد كده ضباط من الجيش بدأوا في بث بيان عبر التلفزيون الرسمي وجاء في هذا البيان نفي وجود انقلاب عسكري في البلاد على حد تعبيره مع إنه الأليات موجودة في كل حتة وأكدوا إن الرئيس روبرت مجابي بخير وإن هما استهدافهم الرئيسي للمجرمين المحاط المحيطين بالرئيس على حد تعبيرهم في البيان الصادر وأشاروا إلى إنه الجيش استولى على السلطة وحالما تنجز المهمة سيوض الوضع لطبيعته أما عن ردود الفعل الدولية بريطانيا نصحت رعاياها في زنبابوي بعدم النزول للشارع نهائيا حتى يتضح الوضع السياسي نفس الموقف الحقيقي جي من قبل السفارة الأمريكية في زنبابوي واللي قالت أو بتدعو رعاياها إلى الاحتماء بسبب الأحداث التي توشك بحدوث انقلاب عسكري ضد رئيس زنبابوي حدث الموضوع كمان من الخارجية ده كان موقف الخارجية الأمريكية كل أطراف النزاع الحقيقة بتقول يجب اللجوء إلى حل لهذه الأزمة بهدوء وسلمية مصر من ناحيتها بتؤكد أنها بتتابع بقلق الأوضاع في زنبابوي وبتدعو إلى مراعاة مصالح ومقدرات الشعب في زنبابوي صرح سيدة المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر بتتابع بقلق تطورات الأوضاع السياسية والأمنية هناك وبتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتعامل بحكمة مع هذا الوضع الراهل بما يرعى إيه؟ مصالح ومقدرات الشعب الزنبابوي الشقيق على حد تعبير متحدث باسم وزارة الخارجية مستشار أحمد أبو زيد بيوضح أحمد أبو زيد مع حفظ القابل تأكيد أن وزارة الخارجية بتتواصل على مدار الساعة مع سفارتنا في هراري وأن الجالية المصرية واللي تقريبا حوالي هي 80 شخص أوضاعهم مطمئنة وأن الحمد لله لم يتعرضوا لأي مخاطر طيب تيجي تقول لي طب وإحنا يا جماعة مهتمين بزنبابوي ليه؟ لأن احنا في النهاية واحد احنا أبناء القرى الإفريقية اتنين نحن نعتبر نفسنا أن نحن بنعود مرة تانية إلى محطنا الإفريقي بعد عزلة طويلة جدا تقدمت أو بدأت من أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات ولحد فترة قريبة جدا يمكن قول لحد سنة 2014 كانت علاقتنا بإفريقيا علاقة أقل حتى من المستوى الهامشي للأسف الشديد عادة تاني مع 2014 ومع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي محاولات عودة مصر مرة أخرى إلى محطها وجذرها الإفريقية واستعادت العواصم الإفريقية مرة تانية لمزلة القاهرة وتتذكروا أن كان فيه جهد جديد جدا لأنه كانت إفريقيا أو أغلب عواصمها أو عواصم صنع القرار الإفريقي كانت وحدة موقف ضدنا بعد 36-2013 واستطعنا أن احنا نوضح رؤيتنا واستطعنا أن احنا نوضح الحقيقة وجهات نظرنا في هذا الموضوع وأثبتنا برائتنا بما لا يدع أي مجال للشك ورجعنا تانية للمحيط الإفريقي كعاصمة صنع قرار أو مزلة بإذن الله وطبعا بحب الأفرقى إلى أنه نبقى احنا مظلة القرار الإفريقي إذا صح التعبير أي أحداث أو أي قلاقل في المنطقة سواء إذا كان إفريقيا أو في المنطقة العربية بشكل أكثر خصوصية أو حتى في منطقة حوض البحر المتوسط يجب أن نعلم أنه ده جزء من حاجة اسمها الدوائر الحيوية المصرية يعني إيه الدوائر الحيوية المصرية يا جماعة؟ هي الدوائر اللي مصر بترى أنه لها الحق في أن تكون في موقع التأثير يعني إحنا مثلا بحر متوسط إحنا إفريقيا إحنا المنطقة العربية كل دي مواضع تأثير طب كده إحنا بنتكلم على ثلاث دوائر وماذا عن وسط إفريقيا وقسط أسيا على سبيل المثال المفروض أن إحنا لنا نلعب دور بنستعيد الدور محاولات استعدة الدور طيب وفي كان عندنا علاقات قديمة جدا زي مع الهند على سبيل المثال من وقت تشكيلنا الكتلة عدم الانحياز ده على سبيل المثال لو تفتكروا كانت الهند ويغوزلافيا ومصر كان عندنا نهرو في الهند كيتو في غوزلافيا جمال عبد النصر في مصر كنا عاملين كتلة سياسية شديدة الأهمال تكتل دول عدم الانحياز إن كنتم تتذكروا طيب عندنا دوائر تانية نستطيع منها أن احنا نخلقها أو نستعيدها كدوائر حيوية مصرية زي أمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية إذا صح التعبير ليه لأن احنا خلينا دور مهم جدا فترة الستميات المسألة ما هيش اجترار للماضي لكن المسألة هي أن مصر تمدق ديها دايما علشان تقدر توصل إلى أنه مش ناس دي مجرد دوائر حيوية نقدر نؤثر في قراراتها زي ما أي دولة محترمة بتشتغل أمريكا مش عندها دوائر حيوية طبعا روس التحديات عندها طبعا يا راجل إيران عندها إحنا زي ما يبقاش في عندنا دوائر حيوية بنشتغل على ده بنشتغل على استعادة العواصم العربية بنشتغل على استعادة العواصم الإفريقية هنشتغل أكتر وزي ما خدنا احنا بلنا من علاقاتنا مع أبروس واليونان واستعادة العلاقات مع روما إيطاليا إلى آخره وإعلاقات أصبحت تسير فيه شكل من أشكال التميز مع فرنسا فكرة حوض البحر المتوسط استعادت هذه الدائرة الحيوية مرة تانية خلونا ننتقل إلى موضوع شديد الأهمية في إطار مسألة استعادة العواصم أو استعادة دوائرنا الحيوية الطبيعية جدا من مدة قليلة جدا يعني منذ قليل تم عقد بالفعل الاجتماع الثلاثي حول ليبيا واللي بيضم وزراء خارجية مصر السيد سامح شكري تونس السيد خميس الجهناوي الجزائر السيد عبدالقادر مساهل وزير الخارجية المصر السيد سامح شكري قال إنه اجتماعه مع وزيراء خارجية تونس والجزائر حول مستجدات الوطع الليبي والتوصل إلى حل شامل ومتابعة لاجتماعاتهم أصفت ده عن إعلان القاهرة الوزاري لدعم التسوية الشاملة في ليبيا وإنه تم عقد جلستين واحدة مع الوزراء وأخرى للوفود ده تناول كافة الأبعاد المختلفة والتحديات اللي بتواجه الدول الثلاثة جراء عدم الاستقرار في ليبيا وانتشار التنظيمات الإرهابية واستهدفها للأمن القومي للدول الثلاثة مسألة ما هيش ليبيا بس دايما كنا بنتكلم ليبيا تؤثر في إيه؟ هتؤثر أكيد في دول نطاقها الإقليمي طيب تم تناول بالفعل طبقاً للوزير سامح شكري مصار الاتفاق السياسي والمبعوث الأمم يقول الاعتماد كلياً على التوافق ما بين الأشقاء في ليبيا والجهود في المسئولية اللي ملقاة بإرادتنا جميعاً أو على غير إرادتنا جميعاً لأنها ملقاة على عاطقنا إحنا الثلاثة عندنا مسئولية الحفاظ على ليبيا إحنا الثلاثة عندنا مسئولية الحفاظ على الوطن الليبي مقدرات الشعب الليبي مصالح الشعب الليبي استقرار ليبيا وحدة الأراضي وسلامة هذا الشعب ولعمل صياغة مستقبلية في إطار الاتفاق السياسي وفي إطار الشرعية الدولية وفي إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيوضح وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر الصحفي مع مضراءه التونسي والجزائري إنه الاتفاق أسفر عن سبع بنود تحديدا الأول هو التشاور حول الوضع الليبي وجهود دعم الحوار الليبي الليبي والتوصل لحل شامل للأزمة الليبية في إطار المبادرة الثلاثية عرفنا الكلام؟ طيب خلونا دايما نأكد على إنه إحنا هنفضل مصر هتفضل دائما بجانب الشعب الليبي بجانب مين الشعب الليبي؟ بجانب مين الدولة الليبية الحفاظ على مقدرات الدولة واستقرارها تماما وهدوءها تماما ووحدة أراضيها لا تأسيم ولا ما تأسمش ما فيش الكلام ده خلونا نروح لصورة الحقيقة تدولها كم ناس طبعا هي الصورة رسمي طلع من عند القطريين أو تحديدا من النظام الحاكم الصورة طلع رسمي من عند تنظيم الإخوان الذي يحاول دائما أن يروج الشائعة ويفبرك قدر الإمكان تمام؟ أظن حضرتكم سمعتوا عن الزيارة بتاعة جلالة ملك محمد السادس ملك المغرب الشقيقة الرائعة الجميلة وأنه هو راح في زيارة للمغرب جميل وماله ايه المشكلة يعني؟ العاهل المغربي يزور العاهل القطري أهلا وسهلا فيهاش أي أزمة يعني؟ كل واحد حر في توجهاته ما فيش مشكلة تمام لكن الصورة اللي تم ترويجها أنه جلالة ملك محمد السادس يرفع وشاحن ويمسكه كده يا سلام رئيس التحاد طلبه هو وصله لكم العالم ولنا تميم ده ملك وشاح إيه اللي هيمسكه وهيشيله وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهاشيم واتعمل لها هاشتاج يجي السيد ياسر الزناكي وهو مستشار الملك في المغرب ويقول يا جماعة هذه الصورة لا صحة لها على الإطلاق الصورة التي يتداولها بعض الناس في قطر والتي يتداولها الأخوان المسلمين والتي يتداولها مؤيد الأمير القطري صاحب السمو والأمير تميم بن حمد الثاني والذي يتداولها أنصار الجماعة الأخوان الإرهابية ومن ناصرها ومن يسير على نهجها هذه الصورة مفبركة يعني مستشار الملك بيقول الصورة كذب كذب أصلا لا يليق أبدا نحن نفكر ولا نلصق هذه الصورة بحجم الملك محمد السادس مش رئيس التحاد طلبت سانوي هو الملك محمد السادس يسافر القطر هو حر يتحدث مع الأمير تميم هو حر يتناقش فيما يتناقش إليه هو حر قد يكون متفق معاه في بعض الأمور يختلف مع بعض الأمور المغرب أحرار إحنا ما بندخلش يا جماعة في إرادة سياسية لحد إحنا لا نستطيع إملاء شيء على حد ولا نحاول إملاء أي مواقف إحنا الدول الربعية العربية شايفة أنه للأسف الشديد صاحب السمو والأمير تميم ماشي على نهج والده في مسألة دعم الإرهاب مسألة دعم الجماعات المسلحة مسألة دعم تنظيم الأخوان الإرهابي إحنا شايفين إن ده غلط بل إنه كارثي بل إنه بيودي المنطقة فابونيكلا ده تعبير قديم جدا يعني افتكرتوا مع أستاذ يوسف القاعد من كام يوم كده كنا بتتكلم كده في منقشة فقالي تعبير ابونيكلا ده فافتكرتوا يعني كنت قومي دايما ملادية الصلاحة تستخدمه فهنروح فابونيكلا لو فضل الأمير تميم يسير على هذا النهج ويمضي في هذا الغي المنطقة بالكامل هتروح فابونيكلا وبالتالي دول الربعية العربية مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خدوا قرار وقالوا احنا مش هنسمح بده وهنوقف هذا المد للأسف الشديد احنا أسفين جدا احنا لازم نوقف ده حدش يزع على جماعة وهنوقفه بالحسنة تمام؟ على كل حال جاء التصريحات مستشار الملك المغربي اللي بتنفي هذه الصورة من صحاتها على الإطلاق طبعا ما نفوش الزيارة وده لأنه الزيارة حقيقية وتاني احنا ملناش دعوة احنا اللي لينا نحنا ماشيين في طريقنا ماشيين في طريقنا لأن احنا عندنا قناعة ويقين ومعتقدين جدا ان احنا ماشيين في الطريق الصح وهنفضل ماشي لحد الآخر ممكن ده حتى بيفكرني بلانه كنت بتفرج على الاستاذ معتز مطرف في قناة الشرق فكان بيعلق على كلام وزيرة التخطيط المصرية في المؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي على انها كان بتكلم انه رئيس الوزراء المواند شريف اسماعيل اللي بانديله صحة وصاها بانها تدي بشرة جيدة للمصريين من خلال هذا المؤتمر وان معدلات النموة في مصر في الربع الاخير من 2016 وصلت لخمسة في المية وان هذا المعدل مستمر فكان الزميل معتز مطر الحقيقة ربنا يا سامحوا مصمم على انه ده كذب وانه ده كلام فارغ وانه ده استهلاك محلي وانه ده تصريحات في الشينكة بتطلقها وزيرة التخطيط ويطلقها رئيس الوزراء المصري بس انا عايز ادعو السيد المعتز وان كنت اعلم انه انجليزيته مش قوية لكن مسألة سهلة بسيطة كورس في المجلس الثقافي البريطاني زائد انه ممكن يجيب حد يقرهاله ادخل على موقع بلومبرج وشوف التقرير بتاع بلومبرج بلومبرج بالمناسبة يعني موقع اقتصادي شديد الاهمية شديد الاهمية كد يكون موقع اقتصادي الاول على مستوى العالم وشوف هم كاتبين ايه على مسألة تحديدا اهو تاني تحديدا مسألة معدلات النموة في مصر حقيقة بلومبرج هي اللي بتقول قبلنا قبل ما احنا نطلع هذه الارقام في مؤتمر اخبار اليوم انا بقولك التقرير طالع على بلومبرج من اكتر من 14 يوم هو اللي بيتكلم على ان معدلات النموة في مصر 5% وانه في طريقها للزيادة ده واحد بلومبرج هم اللي قالوا من اكتر من 3 شهر ان معدلات البطالة في مصر في طريقها الانخفاض داني ده على بلومبرج اربعة بلومبرج هم اللي قالوا تحديدا على انه في العام المالي 2018-2019 في بوادر شوف استخدام باردو التعبير في بوادر لانخفاض معدلات التضخم لتصل تقريبا ل13-14% ده بلومبرج هم معتز ده مش بس الحقيقة وزارة رئاسة الوزراء المصرية ولا وزيرة التخطيط المصرية بلاش ناخد الحاجات من على الوش ولا داعي لترويج شائعات او لترويج اكاذيب ومش هنتهمك يا عام ان انت بترويج الشائع ولا بترويج لكسبة هنقول انه انت بس ما قاردش تقريب بلومبرج او ان المعلومة عندك ما كانتش كاملة او ما كانتش صحيحة او ما شفتهاش او مش عاوز تشوفها ده موضوع تاني خلونا نروح للمرة الثالثة اه لا المرة الثالثة ايه خلونا نتكلم في اه للمرة الثالثة منذ بداية مقاطعة الخليج لقطر التقى امير قطر صاحب السمو الامير تميم بن حمد الثاني التقى بامبراطورة الديمقراطية في العالم رجل الشريات الاشهر الرجل الذي لا ينطق بخطأ الرجل الذي يدعم الحرية في بلاده قبل ان يدعمها خارجا رجب طيب اردوجان الملاك اللي نازل من السماء ابو جنحين الجميل ده اللي عمره معتقى لحد اللي عمره ما قفى الجورنال اللي عمره ما لغى برنامج اللي عمره ما عزب صحفيين اللي عمره ما طارد المعارضة لحد ما هربوا راحوا قاعدوا في امريكا ابدا رجب طيب اردوجان ده رجل عظيم ديمقراطي زي ما كده الدوحة هي كعبة المظلومين يعني التركية ديمقراطية والدوحة كعبة المظلومين حاجة الحقيقة تدحك ماشي ده اللقاء التالت الحقيقة من وقت ما الربعية العربية خدت قرارها بشأن طريقة تعامل خاصة مع قطر وبحثوا مع بعض الحقيقة في القضايا الإقليمية في التالت لقاء بلهم طبعاً القضايا الإقليمية من وجهة نظرهم هو تحالف لضرب المنطقة تحالف لعسكرة المنطقة تحالف لاشتعال المنطقة والمزيد من إشعالها تحالف لدعم المزيد من الدعم للجامعات المسلحة تحالف للمزيد من الدعم والتمويل للجامعات المسلحة في المنطقة وخارجها زي حلقة انبارح كده احنا كنا عاديما نتكلم على أكتر من مليار وربع دولر خرجوا من قطر لدعم تنظيمات أو بالأصحة مؤسسات تدعم التنظيمات المسلحة داخل المنطقة العربية وخارجها ده يا حاجة كده كان في البسيط اللي احنا عملناه انبارح في التسع دول ده على السريع على السخان زي صديق أحمد الجزارة ما دايما يستخدم على السخان ده البحث اللي ممكن يقوم ما بين أمير قطر وما بين رئيس تركيا للأسف الشديد نسي الحقيقة الأمير تميم ويمكن نسي أيضا الرئيس التركي انه التقرير اللي كان صادر قبل كده لو تتذكروا من الأمم المتحدة من أقل من عام على أن تركيا فتحت حدودها بالكامل مع سوريا لإدخال جنسيات أجنبية شتى وأنه هذه العناصر شاركت في التنظيمات المسلحة التي عاتت فسادا في الأراضي السورية طبعا إردوغان في لقاءه مع تميم لازم ينتقد العقوبات ويطالب برفعها وكما جرت العادة قامت بلاده بإرسال المواد الغذائية إلى الدوحة لتعويض النقص جراء العقوبات وشيدت تركيا لو تفتكروا من حوالي من شهرين نظن على ثلاثة شهر كان هي مكانش من شهرين هي استمرت في بروتوكول التعاون العسكري مع قطر تحديدا وأنهت موضوع القاعدة العسكرية اللي موجودة في قطر فيبقى في قاعدة تركية في قطر ويبقى في قاعدة أمريكية في قطر ما فيش مانع التقارير بتفيد بوجود حوالي 150 رتبة كبيرة تركية على الأراضي القطرية رتبة كبيرة حاجة يعني جنرالات والكولينيلات أتراك وهم الحقيقة الزهر اللي هيقودوا الجيش القطري أربق بالجيش القطري نوى يقبل مثل هذا الموضوع على كل نربق ولا ما نربقش ده موضوع أكيد مش هيلقى هوا لدى القيادة القطرية ولا يلقى هوا بالقطر مع الأتراك بس هيق يعني كلمة اللي واجه الله هو الأتراك بيدوكوا ده بلوشي ولا بياخدوا فلوس ده بيستنزفوكوا بيستنزفوكوا سواء إذا كان في قطار المواد الغذائية وبيستنزفوكوا في قطار التعاون العسكري ونرجع في الآخر خالص نقول أصل البنك المركزي القطري يعاني والأمير تامين يتكلم ووزير الخارجية عنده يتكلم يعاني والعرب بيحصرونا وبيعملوا وبيعزبوا طب بتتفع فلوس الأتراك ليه؟ على كل فاصل لحد ما يحلها حلان إزاي الحال مرة تانية لا يعتقد المزيع أن قضية صد النهضة عادت للمربع رقم صفر ولا حال بس ده ظن المزيع فشلت الاجتماعات؟ فشلت الاجتماعات ده للأسف الشديد اللي حصل أو ما أثمرتش اللي إحنا عايزينه ده اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية وهي المعنية بمسألة مفاوضات صد النهضة على المستوى الوزاري واللي استضافته القاهرة بمشاركة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوكيا وعدم التوصل لاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلاكي الخاص بالدراسات والخاص بأثار سد النهضة على دولتي المصاب واللي أعدوا أحد المكاتب الاستشارية الفرنسية ده على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير إلى أن السودان وإثيوبيا ما أبدوش موافقتهم على هذا التقرير خلونا بعد إذنكم نحاول نفهم الموضوع بعيدا عن القيل والقال والصوت العالي على الفاضي وشرفنا أن احنا يكون موجود معنا داخل الستوديو سيدة السفير محمد الشازلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية شرفنا يا فرد أهلا بك هل فعلا كما يرى البعض أن المفاوضات عادت إلى المربع رقم صفر ولا أنه الموضوع مش بهذا الشكل لا الموضوع بهذا الشكل إلى هذا الحد صفر إلى هذا الحد شوف الحكماء العرب زمان سألوهم ما هو العلم قالوهم معرفة ما سيكون بمكان يعني كانت هذه النتيجة لكل من استقرأ تطورات الموضوع واضحة وضوح الشمس أنت النهاردة إثيوبيا أولا بتستخدم التكتيك الإسرائيلي في التفاوط إسرائيل عمالة تماطل 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 في نفس الوقت عمالة تبني مستعمرات و اشتغل على عمل الوقت ونفس الشيء طبقته إثيوبيا إثيوبيا النهاردة مش عايزة تصل إلى اتفاق إثيوبيا عايزة تصل إلى عقد إذعان يعني منذ البداية كان هناك اتفاق على جهة فنية تضع تقرير عن الآثار السد لم نتمكن من الاتفاق مع إثيوبيا على مكتب محدد فقلنا إحنا هنختار مكتب هم هنختاروا مكتب إحنا اخترنا شركة هولندية وهم اختاروا شركة فرنسية وضعوا العراقيل أمام الشركة الهولندية حتى انسحبت وقبلنا هذا كيف تستطيع عملنا ما قلنا عليه البرنامج الاسترشادي من عشر نقاط البرنامج الاسترشادي ده يعني أهم نقاطه أولا الالتزام بالقانون الدولي هما ضربوا بالقانون الدولي عرض الحق القانون الدولي بيقولك حق الإختار لا ضرر لا ضرر ضربوا بهذا عرض الحق يعني من ضمن الحاجات اللي اتقالت وأنا كنت يعني متعجب أنها تقال وأن تقبل قال لك والله إحنا يعني حنراعي أن مصر لا تضار ضرر كبير ده كلام غير مقبول يعني أنا النهاردة عندي حصة 55 مليار أنا لو جالي 55 مليار إلا لتر لا أخبر يبقى علي ضرر طبعا وبعدين يعني ده بيفتح باب الشيطان كيف توصف الضرر أنه كبير أو أنه صريح كل الدراسات يعني أنا حضرت عدد من الندوات حول أفار سد النهضة على مصر أثار بيئية على تآكل السواحل صحيح قدرتنا على توليد الكهرباء من السد العالي قدرتنا على الزراعة كل هذا ده بالنسبة للقانون الدولي بالنسبة للأمر الثاني المنصوص عليه بناء الثقة يعني أنت النهاردة لما تبدأ بتقول أنا حابني سد ساعة 17 مليار سكتنا فقالك لا إحنا هنخليه حاجة وعشرين ثم هنخليه حاجة واربعين ثم طلعوا حاجة وسبعين كيف تستطيع أن تسق هل هذا بناء للثقة أو هل هذا تقويض للثقة طب إحنا كنا حطين حد أدنى ما تقربوش من الخمسة وخمسين مليار بتوعنا لا يعني شوف أنا برضو أرى أن في هذا قصر نظر يعني إحنا الخمسة وخمسين مليار دول لما كانت مصر تعددها عشرين ولا ثلاثين مليون نحن نهاردة وصلنا مئة مليون هنحتاج نحن 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 نهاردة بتبني سد بهزي الضخامة في بلد لا تحتاج لهزم يعني أنت النهاردة إثيوبيا اللي بتحسدنا على الخمسة وخمسين مليار بيسقط عليها ألف مليار من مياه الأمطار أغاندا بيسقط عليها ستمائة مليار يعني أنت حصتك من مياه النيل تكاد لا تزجر وأيضا تأخذ في الاعتبار شيء مهم جدا أن أنت لو جيت كده بفعل إلهي شلت نهر النيل من الخريطة دول حوض النيل لن تتأثر لأنها كلها عيش على الأمطار مصر حتموت تتضرر ضرر بالغ لا مش حتتضرر ضرر بالغ مصر حتموت إذا أنت مسيت بحصتها في مياه النيل دي حصة بالأساس أقل من حد الفقر المائي اللي هو 600 مليار في بناء أسف 600 متر مكعب في بناء الثقر لو تابعت الإعلام الإثيوبي لو تابعت مناهج دراسية في المدارس الإثيوبية والشحن ضد مصر وإن مصر بتاخد أكتر من حصتها من مياه النيل إن مصر بتطمع في السيطرة على مياه النيل على مدى التاريخ متى باتت دولة من دول حوض النيل ضمآنة وحتى من النحية الطبيعية أنت لا يمكن أنت لا تستطيع أن تمنع المياه عن دول المصدر أنا مصب مش منبع كل دي الحقيقة عملية الشحن ضد مصر يعني وأنا برضو شوف بقرة إن إحنا برضو نحمل بعض الوزر طيب أنا عايز أستأذن حضرتك هروح لفاصل وتحدث على مسألة بعض الوزر الذي نحمله بشأن هذه القضية هستأذن نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع سيد سفير محمد الشازلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية حول مفاوضات سد النهضة وبعض الوزر الذي تتحمله مصر لجد ترحبنا بسيد سفير محمد الشازلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية حديث عن سد النهضة وقلنا قبل الفاصل إنه ومصر تتحمل بعض الوزر يعني شوف برضو إحنا يعني آخيرا سيد وزير الرأي يعني أعرب عن قلقه من تعصر المفاوضات والتعنت الإثيوبي تأخرنا كثيرا في قول هذا يعني إثيوبيا تعنتت منذ البداية تعاملنا معاها بلين زائد عن الحد وأنا بشوف أنا بعتقد إن في العلاقات الدولية في مدرستين مدرست تيرتشل ومدرست كان رئيس الوزراء في هذا الوقت مش حاضرني اسمه اللي هو راح قابل هتلر وقال خلاص الموضوع تحل وما فيش حرب وما فيش هتلر كان بتكلم بقوة لو كان تيرتشل كفت وراجحت ما كانش رئيس وزارة في هذا الوقت كان رضع ألمانيا عن التمادي في غيها وكنا تجنبنا الحرب العالمية التانية تشمبرلين التانية أنت لما بتتحدث بقوة دون تهديد أو دون يعني كلام متهور زي اللي يقولك نضرب السد ونحارب كلام غير منطقي ولا يؤدي إلى حالة الموضوع ولكن عندما تتكلم بحزم إننا لي حقوق بيضمنها القانون الدولي وبينطمنها التوارث التاريخي وتتجه إلى الجهات المعنية بمنع نزعت يعني أنا شايف إن إذا حدث خلاف شديد بين مصر وإثيوبيا على مياه النيل ده موضوع بيهدد السلم والأمن الدولي ده يتطلب مننا نحن نصعد أمام المجتمع الدولي أمام مجلس الأمن أمام الاتحاد الأفريقي حتى يعني أنا كنت دايماً بقول حتى أمام اليونسكو مصر هبة النيل كذلك قال هيرودوت والتاريخ المصري ومصدر ثري وهام وأساسي للتاريخ الإنساني بصديق هي بحبش كوبة مصر هيبة النيل دي يا عيّ لو كان مصر هيبة النيل فتسع دول حض النيل لا 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 محدش هبة المصريين بصفح ولكن أنت المصري بتديله آلة أو أداة أو ظرف بيبني عليه مش حد يبني على فراغ فالتهديد نيل مصر هو تهديد لمصدر من مصادر التاريخ الإنساني والحضارة الإنسانية فحتى شوف على المستوى العربي يعني شوف إحنا عدم موجود جبهة عربية أدى إليه إحنا في سنة أظن كانت تلاتة وستين دعينا لمؤتمر قمة عربي وأقمنا القيادة العربية المشتركة بسبب تحويل إسرائيل لنهر الأردن نهر الأردن ده نهر يعني نهير يعني صغير بالنسبة لنهر النيل وفشلنا في تكوين جبهة لمنع تحويل نهر الأردن ثم في السبعينات تركيا افتأتت على حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرنسورات وحولت نهر الفرنسورات والعرب عملين اتفرق ثم النهر ده هناك تهديد لحصة نصر من مياه نيه ده أيضا يعني والعرب سكتيه بالظبط أنه كلهم مشغول بما يدور داخل حدوده السياسية وإثيوبيا استغلت ده استغلالا سياسيا أمثلا من وجهة نظرها شوف أنا عايز أقولك عن حاجة برضو عملية مياه دور داخل حدودها والمشاكل التي تواجهها يعني احنا مثلا النهاردة بنقول بنواجه مشكلة الإرهاب انجلترا قعدت مئة سنة تحارب الـ IRA والحركات الانفصالية الأيرلندي لم تتوقف يعني انت النهاردة انت في عندك حاجات هتعيش معاك ممكن تعيش معاك مئة سنة هل نتوقف في تحركاتنا؟ هنا هل ممكن قبل بدء التصعيد الدولي انه يبقى فيه زي يمكن عشان على خلفية رسالة شفاهية اللي حملها السفير سامح شكري لقيادات الدول الستة هل من الممكن الارسال برسالة شفاهية إلى رئيس الوزراء الاثيوبي تبقى واضحة حازمة قاسمة انه احنا مش هنقبل فشوفوا هتعملوا ايه لكن احنا مش مستعدين لتقبل هذا الوضع يعني شوف برضو أنا للأسف شايف انه مش هنقبل فتأ مال انت النهاردة في مرحلة احتواء الضرف لانه خلاص السد تبن يعني السد تبن المسألة بتتعلق بالطاقة الاستعابية عن السد والمدة المدة ملء الخزان من جانب ثم حصة مصر في هذه المياه يعني احنا يجب منذ الان ان يكون لنا مطلب لان عملية الاكتفاء بالخمسة وخمسين مليار ده يعني شيء غير مفترض لازم ارفع السقف التفاوضي بتاعي لازم ارفع السقف التفاوضي بتاعي ولازم يكون هناك موقف عربي وموقف افريقي يعني انت النهاردة يجب ان تدرك دول حوض النيل ان احنا لا نريد ان نقطع المياه انا احد لا نريد ان نقطع الرزق عن احد لا نريد ان نقطع التنمية عن احد ولكننا احنا بندافع عن حياتنا وبقاءنا ووجودنا بس احنا برضو اظن وضحنا في مرحلة من المراحلة ان احنا مستعدين على مشروعات تعاونية لاجل توليد الطاقة وبناء قاعدة صنعية اثيوبيا الى اخيره وبرضو الكلام هم خدوه وما التفتوش شوف برضو اخي العزيز انا بقرى ان انك تتحدث في هذه المرحلة عن مشروعات مشارك فيها في اثيوبيا ده مش مطلوب ده حينظر اليه الى انه خدوع استسلام لابتزاز هذه المرحلة يجب ان يدرك الطرف الاخر ان من يؤذي مصر مصر قادر على اذاه واذاه ليس بالضرورة بالحرب طبعا 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 مصر ما لحبس حرفها مكا يعني اساليب كثيرة جدا طب هنا ايجي سؤال يا فندم يعني انا بالضبط فضلي دقتين في رأي حضرتك مين في افريقيا ومين في المنطقة العربية يقدر ياخد معانا موقف او بجانبنا موقف ويكون هو اصلا عنده قدرة فاعلة في عندك الدول الخالجي اللي للأسف ساهمت في تمويل السد يعني العمود يتقبض عليه يعني ده بس قطر شغال قصة تانية بالضبط قصة تانية تماما بس يعني جات كده جات كده قطر قطر انت النهاردة اول حاجة عملها الرئيس الوزراء انه راح قطر فيعني واضح ان قطر مستفيدة من هذا الموقف دي سالن صديق عزيز دلول يجب ان يدرك الجميع ان عدم الاستقرار في افريقيا حيدر الجميع يعني احنا لم مفيش اي دولة في العالم هتقف مكتوفة الاي دي ازا كان وجودها وعياتها مهدد هل نقدر نبني جابه الدفاع مثلا ما بيننا احنا اوغاندا رواندا على سبيل المسان ويجب ان يدرك ان يفهم دول حود النيل ان اي صراع بين مصر واثيوبيا مش ضروري حرب لا مجرد صراع هيؤدي الى عدم استقرار في منطقة حود النيل حود النيل بالكامل وليس في مصلحة احد ليس النهاردة افريقيا من اثر قرات العالم صحيح موارد والذي يجعلها افقر قارة في العالم هو عدم الاستقرار عدم الاستقرار في افريقيا هو القافة الكبرى الحقيقة من وقت الاستعمار الكولينيالي بالتعبير لتلاسيك الاديم سات السفير نورتنا وشرفتنا شكرا ونتمنى ان احنا نتقابل تاني في قضايا قد تكون هي ذاتها وقضايا مختلفة بس في وقت اكبر من كده بكتير شكرا شكرا كل الشكر ده حقيقي في النهاية افريقيا هي قارة ثرية للأسف الشديد قارة تم استعبدها احتلالها اتعامل فيها اللي ما يتعاملش اللي بيحصل في زنبابوي تثبته الايام يا ترى هيجيبه رئيس الاصل نائب الرئيس المعزول ولا حد من الجيش هو اللي هيحكم يعلم ربنا خلصت الحلقة ولو كلنا العمر هنتقابل يوم السبت الجاي ساعة 8 مساء بتوقيت القادرة سنبد